الآن الذي وصل حصد المزيد من الأرواح حيث لقي شخص حطفه وصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حدث مرور وقع في حدث الساعة التاسعة والنصف بنقطة تقاطع لاشبور ببلدية اليشير بولاية بورج بورريج وقع إثنان حراف عربيتي قطار جراء استدامه العنيف بشاحنة لنقل البضائع المتوفي شخص يعمل بورشة لأحد الخواص أما بالنسبة للجرحة يتعلق الأمر بسائق القطار والميكانيكي وكذا سائق الشاحنة هذا وتدخلت وحدة الحماية المدنية لولاية بورج بورريج فور وقع الحادث لإعطاء المساعدة والإصعافات اللازمة